السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانيل ومتنسونيش أختم اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع بسمة بوسيل تعلن طلاقها رسميا من تامر حسني إليكم التفاصيل صدمت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مخبية اليوم الخميس بإعلان انفصالها بشكل رسمي عن والد أطفالها النجم المصري تامر حسني وشاركت بسمة بوسيل تدوينها برحسابها الشخص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام جاء فيها وجعلنا بينكم مودة ورحمة دا كلام ربنا في الزواج والطلاق وتابعت لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل الود والاحترام وربنا يكتب لك ويكتب لكل خير آمين يا رب ومن جهته أعاد الفنان تامر حسني نشر ستوري بسمة بوسيل عبر حسابه الرسم على الإنستغرام وعلق قائلا جعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا ولم يقدروا الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل الأولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة 12 عام مش هينا ربنا يكتب لك ويكتب لكل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله ويدكر تزوجت بسمة بوسيل من تامر حسني في عام 2012 وأنجبت منه ثلاث أولاد هم تاليا وآدم وأمايا وعرفت بسمة بوسيل بمشاركتها في برنامج طار أكاديمي قبل أن تتجه إلى مجال التصميم والأزياء وفي الصياق آخر ضجت منصات التواصل للشماعية بمقطع فيديو للمغربية جليلة تلمح من خلاله موعدتها للفنان المصري تامر حسني زوج الفنان المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وجرت جليلة على نفسها انتقادات لديها عبر مواقع التواصل للشماعية بسبب حديثها عن علاقتها بالنجم تامر حسني على الرغم من معرفتها أنه متزوج من ابنة بلدها وكشفت المغربية المتيرة للجدل جليلة أثناء حلولها ضيفة ببرنامج جليفزيوني أنها التقت بالفنان تامر حسني قبل فترة قصيرة وجمعتهما جلسة غداء على حد قولها فهنا أخوتي سيكون وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة